اشتركوا في القناة في بطولة الدور المتاز من المباراة المؤجلة من الاسبوع التالي طبعا بنتطمن على عبدالله السعيد بنتطمن على وليد سليمان بنتطمن على صالح جمعة ان شاء الله كلهم يرجعوا بالسلامة ايضا هشان محمد وعودة حميدة في التدريب النهاردة مع التدريب الجماعي مع الفريق كل ده يهمنا العودة الجماعية لكل اللعبين المصابين ان شاء الله في الفترة قادمة حتى يكتمل صفوف الفريق بغض النظر طبعا عن عدم وجود احمد فتح في مباراة النجم للإقافة لكن طبعا هو موجود كواحد من اللعبين المميزين واللعبين الخبرات وكابتن من كابتن الفريق داخل النادي الاهل وأكيد بوجوده ودعمه دايما بصرور اللعبين الصغار السن دايما بيبقى شيء مميز عزاروكي يمكن انبالح وانا بتفرج على التلفزيون كده وبشوف الحلقات وبشوف الكلام عن كلام الدور الممتاز لقيت بعض الكلام كده بيدور حول ان فيه الدوري بيتعامل لفريق معين او الدوري بماشي وفي مصار لفريق معين نتيجة طبعا اخطاء تحكمية نتيجة نتائج بتبقى جاي على حساب اخطاء تحكمية الوضع لازم نعترف ان النادي الاهلي او اي نادي تاني لما بيجي اخد بطول الدوري بياخده نتيجة اجتهاده نتيجة الشكل اللي بيبقى عليه على مدار الموسم لان زي ما بولوكم الدوري مش مباراة وبيتنتهي لا ده يعني اتكلم في 30 اسبوع و34 اسبوع فبالتالي الاجتهاد والتركيز والتصميم على الفوز ده بيبقى شيء هو الاول والهدف الاول والاخير للفريق اللي عايز يكسب بطولة لكن حد يجي يقولك لا نتيجة المباراة واخطاء تحكمية والحكام بيحكموا لفريق معين عشان ياخد بطولة الدوري ده كلام مش مسؤول وبيطلع من شخص غير مسؤول لو هو بيفكر بالاسلوب ده لان فعلا النادي الاهلي طول عمره ما نجي نتكلم 39 بطولة موجودة للنادي الاهلي في بطولة الدوري غير طبعا البطولات الاخرى فانت بتتكلم ان انت ده عدد بعيد جدا عن اقرب المنافسين لك في الدوري الممتاز في نفس الوقت هو ده النادي الاهلي صاحب البطولات وصاحب العالمية زي ما حد نتكلم دايما ووصوله العالمية عن طريق بطولة افريقيا واللي احنا بننتظر ان شاء الله المباراة القادمة ان احنا نتفوق فيه على النجم السحرية ومن ثم نوصل ان شاء الله للمباراة نهائية ان شاء الله وناخد هذه البطولة المميزة ونتمنىها دايما باستمرار فبالتالي كلام عن اي شيء او التلميح عن ان في اتحاد الكورة والحكام بيلعبه لحساب نادي معين ده شيء مرفوض واعتقد ان انت غير مسؤول لو انت بتتكلم على حاجة زي كده تاريخ كبير زي النادي الاهلي يعني كلام كتير مش عايز اتكلم فيه لكن النهاردة معايا في الستوديو نجم كبير نجم النجوم النادي الاهلي واحد من المدربين بقى اللي بيطلعونا مجموعة من اللعبين المميزين من قطاع الناشئين اكيد يعني ده الاهم ان احنا دايما ان ما بنيجي ندي المسئولية لشخص في جزء قطاع الناشئين لازم يبقى حد زو خبرة زو علم زو امكانيات فنية تقدر من خلاله يتطلع لك مجموعة من ناشئين نشوفهم زي ما احنا شفنا رمضان صبحا بكلا شفنا مجموعة على مدار تاريخ النادي الاهلي تطلع في الفريق الاول بتفيد الفريق النادي الاهلي طبعا برحب بكابتن مصو كابتن النادي الاهلي والمدير الفني اللي فريق تسعة تسعين بيقطع ناشئين كابتن أمين ورابي برحب بيكابتن الامين اهلا بي وانا سعيد ان انا موجود معك النهاردة في خناة النادي الاهلي وسعيد بيك اكتر بالبرامج بتاعتك كل الناس بتشاهدها وبتشوفها ودي حاجة جميلة وما كناش متوقعين منك كده احنا كنا متوقعين لكن الحمد لله بقيت خالص يعني لكن انا شايف ان ليك مستبل انشوء الله كويس جدا وماشي بخوتة كويسة امين سواء بقى احدك مدرب وحنا هنا في اعلام الله يخلينا وطبعا في الادارة كابت سالح وحفيز وغيره الى اولاد النادي الاهلي موجودين دايما كلنا هدفنا هو النادي الاهلي وكان النادي الاهلي يعني بداية يا كابتن برحب بيك ويعني طمنا على فرق 99 والله الحمد لله محمد الفرق ماشي كويس الحمد لله انا يمكن رجعت السنة دي للفرق بعد فترة كنت اكتر الوقت كنت مسك مدرسة الكورة يمكن كنت اخر فرق امسكتها كتفرق 93 كنت بعدها مشيت روحت الجونة مع الكابتن أنا في فرق الاول بعد كده رجعت النادي مسكت المدرسة الكورة السنة دي الحمد لله يعني ربنا وفقاني ان انا رجعت لبيتي والنادي مسكت فريق 99 ولاد كويسين محترمين لعبة كورة كويسين اا اكيد الناس اللي اشتغلوا معهم قبل كده انا بكمل شغلهم اا الناس كلهم على كفاءة عالية جدا اا ان شاء الله بازن الله نشوف منهم لعبة قريبة كتير جدا في الفريق الأول وربنا يكرمنا إن شاء الله ونعمل حاجة كويسة السنة دي للنادي إن شاء الله كانت تلت موبولاتك حتى الآن حتك لعبتها لا لعبنا اثنين والدورة توقف عشان منتخب مصر كانوا بلعبوا دورة في عمان ورجعوا إن شاء الله حنبدأ يوم الاثنين كم لعب كانت في المنتخب المؤيد تسعة وتسعين هو كان فيه خمسة وحصل ظروف كده في الفرقة شوية يمكن الفترة بتاعت عمان دي خدوا اثنين واحد تسعة وتسعين وواحد ألفين أما حمال عب منعم تسعة وتسعين ومصطفى شبير حارس مرمى موليد ألفين والتنين مبشرين لكن أنا عندي بعض الإصابات وبعض الحالات كده في عدم توفيق شوية في الماتشين الأولانيين بالنسبة لبعض اللعيبة فالكابتن حمده والكابتن أسام حسني والكابتن وليد يعني فضلوا أنهم يستبعدون في الوقت الحالي لغاية ما الأمور تنزبط شوية وربنا يسأل في الفترة إن شاء الله يعني أكيدا كابتن حدثك دايما لما بيبقى فيه بداية حدثك لفريق كنت موجود في الأول في قطاع الناشئين في البراعم وبعد كده انتقلت المكان غير نادي أليه ورجعت مرة أخرى لنادي الأهلي بتشوف الفرقة والفرقات دي بتبقى موجودة زي خاصة المدير قطاع الناشئين دلوقتي دكتور عمر بن مجد قامة كبيرة في موسيقية الكرة القدم والكاد دكتور في كرة القدم طبعا لا طبعا هو عمل فرق كبير جدا يعني أنا اشتغلت كتير وشفت كتير الدكتور عمر عمل فرق كبير جدا ومعا كابتن خليج جد الله كمساعد ليه في القطاع بصراحة الناس بتشتغل بكل جهد الناس موجودة من سبع صباحا لغاية سبع مساء مساءبين مدرب بيعدوا على المدربين كلهم في الملاعب بيشوفوا بعض التدريبات بيعودوا ينقشونا في بعض الحاجات حاجات كتير اتغارت في النادي من الاستراحة لللعيبة لحالات النفسية بتاعت اللعيبة بيتابعوا كل صغيرة وكبيرة وانا كمدير فني او كراجل مسؤول في فرق من الفرق في القطاع هو ده اللي همني ان انا بقى شغال بقى ريحية شغال الناس اللي معاها بتسعيدني في كل حاجة بتوفر لكل حاجة واعتقد ان هم يعني عاملين حاجات كويسة جدا حتى الملاعب اتغارت تماما انا مكنتش موجودة السل فاتت كانت ناس كتير بتشتكي من الملاعب وحصل بعض الاصابات كتير السنادي الحمد لله الملاعب مش عايز اقول لحضرك تعالى وشوف الملاعب ويمكن قناة الاهلي بتصور بعض التدريبات وبتصور بعض الماتشات الموضوع اتغار تماما وفي دفعة كبيرة جدا وفي حالة للعيبة حتى جات لهم حالة كده نشوة حالة استعداد جيد السنادي للموسم فاحنا هنفضل اقصى جهد لان ده في الاخر نادي نو احنا عايزين نعمل احسن انا كان لديك شرف طبعا ان كان دكتور عمر موجود معايا من اسابيع يعني وتكلم على حتى مهمة جدا وهو ما يتميز به النادي الاهلي كابتر نامين حتة الانتماء للنادي وده يعني هو من خلال ملاحظاته داخل القطاع ان الامور كانت الى حد ما بتبتعد شوية او بتعدت سنة بسيطة عن جزء الانتماء او تتكلم عليه النهة لنادي الاهلي بشكل كبير عايز اقولك كابتن محمد lég ya انت يمكن واحد من ابناء النادي الاهلي والي يعني تدرجه في فرق النشئين لغاة الفريح واول اكثر ما يميز النادي الاهلي هي حطة الروح والقتل في الملعب ويمكن الحمد لله بكل اينا منشوف الفرج الاول فاخر ثانيه بيكسب فاخر ديه بيكسب بينتر طول عمر النادي الاهلي كده generators اي امض من صديق عمر موجودة اي اصلهم a احنا منحاول نخرجها ومنحاول نوصلها للعيبة دلوقتي السنة دي بقوة لان ها دي اللي هتجيب لك المكسب وها دي اللي هتجيب البطولات وها دي ها دي سمة النادي الاهلي ها دي صفة النادي الاهلي اللي روح القتالية العالية والاسرار عن المكسب والعزيمة والاسرار وقرط النصر الحاجات دي لازم نغرزها في اللعيبة من بدري عشان لما يطلع في الفريق الاول يبقى عنده كل الحاجات اللي اللي هلي طول عمره مبنى عليها وبيشتغل بيها والحمد لله احنا ماشيين في الخطة دي الحمد لله مش عايز اقولك هي هتاخد وقت يعني مش هتاخد هتاخد وقت شوية نعم كتبادت اوي جدا اللي حد ما يعني انا برضو معلش انا باتكلم بامانة وبصراحة احنا دلوقتي اولى الامور اللي موجودة وعضاء النادي وكل اللعبين اللي مشتغلين بيشاركوا دلوقتي وعارفين جوه طبعا وده يمكن ده الشغل الشاغل للدكتور عمرو الكابتن خالد ويمكن ده هم اللي بيحسوا على المدربين ان هم يزرعوه في لعبتهم ويزرعوه في فرقهم والحمد لله اعتقد المدربين برضو عندهم استجابة عالية جدا للحتة دي فبدأت الامور يعني تروح للاحسن وان شاء الله احنا بنحاوله في النهاية توفي من عند ربنا سبحانه وتعالى عزيزة كابتن بقى الفرقة حتى كابتن دايما هي فرقة الاهم اللي هي من خلالها بيطلع اللعبين للفريق الاول دايما محطة انظار المدير الفني طبعا كابتن حسام البدري او اي مدرب بييجي بقى دايما باصص للفرقة اللي هي 19 سنة او فريق دايما اللي هو الشباب زي ما احنا نتكلم كابتن اهم اللعبين واللي ممكن بيبقى كابتن حسام البدري العلاقة بحضرتك بيهم او التركيز عليهم لان دايما كابتن حسام بيبص وانت حضرتك طبعا غير تقرير حضرتك طبعا ده مهم جدا انا عندي لعيبة مميزة كابتن حسام بيبص عليهم عايزين اعرف اهم اللعبين دول يا كابتن والعلاقة ماشية ازاي مع شوف انا مش اقدر اقولك دلوقتي اهم اللعبين قاطعا لكن اقدر اقولك ان هي فرقة مميزة فيه عناصر كتير كويسة فيه عناصر كتير تصلح للفريق الاول لكن مش دلوقتي يعني معلش يمكن انا حتى كلامي مع الدكتور عمرو وكابتن خالد وتفرجوا عليهم احنا بنرتب وبنجهز وبنحضر على اساس ان شاء الله الفترة اللي جاية يبقوا قدام حاجة كويسة ما اقدرش انا اقول كابتن حسام دلوقتي او كابتن سيد او كابتن الجهاز الفن الفريق الاول تعال دلوقتي عندي لعيب فلان كويس جدا واخده لا ما اقدرش لازم على الاقل يشتغل من خمس لست شهور كويس جدا لازم يشتغل على نفسه كويس كلعيب احنا نشتغل معك جهاز كويس جدا نتدي له الافكار ونددي له المبادئ ونددي له الحاجات اللي هيا تعينوا على اللعبة في الفريق الاول لان احنا عايز اقولك كابتن محمد صعب 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 مريح جدا جدا يعني انا عايز تقولك lotus عدد مراحل طبعا فان اه فيه اجيال فنهدي الاهلي وكانت ممتازة جدا معرفتش تلعب فنهدي الاهلي في الفريق الاول لكن كان فيه اجيال فوقيها صعبة جزا انك تلعب فوسطيها لكن احنا عايزين نحاسس لعيب الكورة اللي يطلع الفريق الاول ده يطلع ما ينزلش ويطلع يبقى لعيب الكورة متماسك فاحنا بنشتغل على اللي كويس هل انت بتعلمه متحت عشان يتماسك فعلا فوق يخليه ما يمسك في الفرصة كابتن ما يسيبهاش هي دي نحن بنشتغل عليها وهي دي اللي بنبني عليها لعبتنا وهو ده كلام الدكتور عمر معنا ان احنا لازم اللعيب اللي يطلع ما يحاولش ينزل تاني خلاص في الفرق الاولى بيلعب ما بينزلش تاني لقطاع الناشئين زي ما الحمد لله دلاتي احمد ياسر رهان فوق ما بينزلش احمد حمدي فوق ما بينزلش في اللعيب ما بينزلش دلوقتي دي اتعلمت كويس خدت الخبرات كويس اشتغلت كويس على نفسها قبل ما المدربين اشتغلوا معها ربنا كرامهم لكن فرق 99 فيها فعلا اللعيبة كويسة كتير عايزين شوية شغل يعني عايزين محتاجين شوية باور كده وشغل كويس لغاية ما الحمد لله نقدر نقدم للفريق الاول لعيبة تستهل ان تبقى فريق اول دايما يا كابتن حضرتك كمدير فني للفريق الشباب دايما بيبقى في اللي علاقة اه موجودة لكن انت دايما بتبقى حاصل تارجت اللي انا هطلع عدد معين من اللعبين كابتن امين بيشوف ان هو كم لاعب ممكن كابتن امين يحطه في الفريق الاول ويبقى موجود بشكل جيد مع الفريق الاول شوف انا برضو عايز اقول لك حاجة مهمة جدا الدكتور عمر والاستشارة مع الكابتن خالد احنا الاول بنشوف احتياجات الفريق الاول ايه احتياجات الفريق اول سي مثلا زاير ايمن سي مساك سي فبنركز على العناصر الكويسة في الفرقة في الاماكن دي ان هو ده الاسهل دلوقتي من يتقدم للفريق الاول مقدرش انا تخطى طبعا الكابتن حسان او الكابتن احمد يقول له ده العيب كويس مش اي العيب كويس هيطلع او مش في المكان ده يبقى كويس هيلعب فانت بتركز على الاماكن اللي النادي بيبقى محتاجها شوية بتبدأ تشتغل عليها كتير بتبدأ توصفها كبير طبعا انا عندي كابتن عقاط حاسك عندي مشكلة مثلا دلوقتي النادي الاهلي بيدور على مساك حلو بتشوف مين اخفاء عندك كابتن او من الفريق عندك يقدر مش هقول ان هو يلعب على طول هقول ان يبقى متواجد ويبقى متواجد مع الوقتي بشكل كويس عندي اتنين كويسين جدا منهم واحد في منتخب مصر دلوقتي على طول وبيلعب ويمكن في دورة بتاعت عمان دي اخر متشين لقبل النهائي والنهائي محمد عبد المنعم تمام منتخب مصر والعيب كويس هو عايز برضو هدوء شوية عايز عدم استعجال شوية عايز كورته ده مع الوقت طبعا اه فهي دي الحاجات دي اللي احنا بنشتغل عليها اه واعتقد ان الدكتور عمر والكابتن خالد يمكن هم على اتصال دائم بالكابتن حسام والكابتن سيد وبيشوف الاحتياجات وبيتكلموا مع بعض لعيبة بفرصة كبيرة جدا للفريل الاول وفي لعيبة كتير هتتزقل الفريل الاول لكن انا عنده عايز اقولك ان فيه اكتر من اللعب فيه لعبة في نص الملعب كويسة جدا تمام اه فيه مهاجمين برضو كويسين مهاجمين يا كابتن احنا بنتكلم بقى المهاجمين اه يعني كلنا امل ومتواصمين خير في المدياس الريان لكن لو فيه عدد زيادة ده جميل جدا عندي اطراف كويسة جدا جدا يعني انا يعني ان شاء الله متوقع خير مش عايز اقول اسماء دلوقتي ليه يا كابتن صدر لا لا بس انا لكن العيبة حتى قلنا بنبس نستنى كابتن مدرب بتاعنا يروح ايل ايه لا اسمنا فجورنون بس طبعا وكش فيه الاعلام بالمنظر ده لكن لا صدقنا يا كابتن محمد اللعبة كلها كويسة والله اه وفيه لعيبة هتبقى برومسنج الفريل الاول ان شاء الله باذن الله اه تقدر تسألني بعد ثلاث شهور اه اقدر احددلك اسماء فعلا عشان انا كمام متطمن انها ان شاء الله دي باذن الله لما اقول لك الاسم يبقى ان شاء الله بيلعب وان شاء الله يبقى موجود في الله ان شاء الله انت جالك اكتن بطولة مفروض بطولة العالم من تحت 19 سنة اللي موجودة في صين يعني ده خلاص يعني تم شوف انا دي تفاصيلها كلها تفاصيلها كلها مع الدكتور عمر طيب يعني الحالة اننا نوح استعدادنا ايه اه طبعا احنا لو لو يعني حصل الموضوع ده احنا نستعد استعداد كويس جدا وزي ما قلت لحضرتك ان النادي مش باخل على الفرقة بحاجة ولا باخل على القطاع كله بحاجة اه الدكتور عمر اه معانا في كل صغيرة وكبيرة هو كابتن خالد جاد الله اه شغالين كويس جدا معانا اه بنستشيرهم في كل حاجة ويمكن دي ميزة في الدكتور عمر والكابتن خالد بأمانة يعني انا بكلمك اه ان بيعود معاك ويقولك الفرقة في كذا لا ممكن نعمل كذا وفيه استشارات ودي حاجة ايجابية جدا للمدربين وحاجة كلنا بنستفاد منها من خبراتهم وان شاء الله تبقى خير لكن الاستعداد هيبقى استعداد جايد جدا وان شاء الله نعمل حاجة كويس جدا طيب بيبقى كابتن فيه تدعيم من فريق الفين مع حضرتك دائما بصرار اه انا اعرف ان كان في البداية كان تسعة تسعين و الفين كانوا مع بعض ولا انا غلطة كانوا هتضموا مع بعض وبعدين فاصل يعني ممكن بقى تقولي السبب ايه كابتن مثلا انا 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 اول ما جيت كلفت ان انا بقى ماسك الفرقتين مع بعض وبعدين وكان فيه فرق مضمومة حصل انفصال الفرق فرقة اعرفين برضو فيها لعبة كتير جدا كويسين ماسكهم الكابتن احمد صراعج رجل على كفاءة عالية جدا من التدريب ورجل محترم كلنا بنسعب بعض يعني كلنا انتعرف ان النادي الاهلي دي سمة من سمة النادي الاهلي كل المدربين على ايد واحدة بيساعدوا بعض اللي محتاج حد من حد بياخد منه لان في النهاية هو لا العيب بتاعه ولا العيب بتاعه هو العيب النادي الاهلي فكلنا بنسعب بعض عشان ننجح كلنا وان شاء الله تبقى حكوية سلينا يا رب ان شاء الله كتاب يعني خلينا اكلم يعني على قطاع الناشئين بقى كله كابتن بتشوفوا زي ما انت بتتكلم كده على اللعيبة سواء بقى في كل القطاعات الاستراتيجية اللي ماشية بها القطاع كابتن حتطل علينا ان شاء الله زي ما بيقول كده مدرسة المسيح خلي بالك كابتن احنا عدنا فترة كان بيطلع الفريق الاول من سبع الالتمن او عشر لعيبة في الفريق الاول دلوقتي الموضوع قال ان شاء الله بنشوف رمضان محمد عيني يعني بنشوف فلتات بسيطة كده لكن المتوقع بقى من خلال تواجد الاجهزة الفنية ودكتور عمرو متوقع ان شاء الله نشوف عودة للكم او عدد كبير من لا ده اكيد ان شاء الله باذن الله لان نزام بيقول لك لكل مكتهد نصيب والناس بتشتغل بتشتغل بحرفية كبيرة جدا بتشتغل بعقلها متفتحة جدا عقلها متقدمة جدا التفكير مش في ان انا يعني عايز اقول لحق التفكير مش ان انا اخب بطولة النشئين اكتر من التفكير ان انا اصنع العيب كويس للفريق الاول ويمكن هو التفكير كده اختلف كابتن كان زمان او في وقت ما وقت انا كنت يقول لك المدار المتعصب عايز ااخد بطولة ده هو وضع طبيعي ان انا اخد بطولة امشي في الخطين لكن التركيز الاكبر ان انا اعمل العيب كويس للفريق الاول ودي مهمتها مسهلة مهمة انت بتصنع نجم بتصنع العيب كورة لازم العين اللي بتختار تبقى التفكير كويس لازم التمرين يبقى كويس لازم على كفاءة عالية اعتقد ان الدكتور عمر مركز في الحتة دي كويس جدا ويمكن هقولك سر يمكن لسه هيا يجيب ناس برضو بعض الاجهزة الفنية تشتغل اندفيدول للعيبة اللي هي البرومسنج اشتغلوا لوحديهم بس شغل فردي وشغل النواقص بتاعت اللعبة دي عشان يبقى ان شاء الله لما يطلع الفريق الاول يبقى بازن الله طبعا الكمال اللي هو وحده لكن يبقى اللعيب كامل مكتمل عايزة اخد رأيك في حاجة كابتن وانا اممكن دي وجهة ناظري انا اممكن انا وانا صغير تم اختياري كلاع فرود وتم اثقالي بشكل معاين عن طريق التدريبات اللي حتى تتكلم عليها التدريبات الفردية من خلال طبعا المدربين كل المدربين الاكفاء اللي كانوا موجودين بداية من كاتيروني عفصامد كابتن نحمى عباي كابتن مختار مختار يعني مش عادة كابتن محمد عامر طبعا كلهم كانوا بيشتغلوا على جزئية ان هما يسقلوني في حتة حتة البوكس يعني احنا عندنا مشكلة دولة كابتن في جزء الفرود وانا بشوفها ان هي مشكلة من قطع ناشئين وليست من فوق يعني الموضوع مش فوق لا وضع طبيعي الفرق كلها في مصر كابتن تحس ان لا فيه فقر في الجزئية دي هو شوف يا كابتن انا عايز اقولك حاجة هو طبعا انت الكلام اللي تقوله ده مية في المية سليم يعني اختيار اللعيب لكن اعايز اقولك حاجة برضه يعني اعايز اقولك حاجة طبعا دي جزئية يعني مية في المية مزبوطة وتمام لكن برضو عايز اقولك بعض الاندية مش اقول النادلالي بتستسهل انه تجيب العيب الافريقي في المكان ده او اللعيب اللي هو القوي اللي يقدر يسجله اللي يقدر مش هيستنى على اللعيب ناشئ عشان كده هو ده هدفنا دلوقتي ان احنا نسقل اللعيب زي ما حالك قلت نسقله كويس جدا عشان لما يطعب اوقف على رجليه ما يحتاجش شغل كتير في الفريق الاول عشان يلعب وهو ده اللي احنا شغالين عليه دلوقتي لكن اه هو طبعا جزء في قطاع الناشئين لنه زي ما قلت حضرتك اهم حاجة في القطاع ازاي تختار العيب الاول ده بالزبط هي دي النقطة اخترت صح اه يعني اخترت صح تبدأ تشتغل عليه صح وبعدين بيبقى فيه تسلسل تدريبي بالنسبة للمدربين يعني انا عايز اقول لحركة انت شوف انت قلت ايه قلت انا اشتغل معايا فلان وفلان وفلان كلهم مدربين وعظماء ومدربين كبار وكلهم دلوقتي في الدور الممتاز ونفس الشيء دلوقتي بيحصل يعني انا ما قدرش اقول لك يعني انا في سنة من السنين مثلا رمضان صبحي كان معايا وهو لغاية 12-13 سنة اه ترزيجي كان معايا وهو 17 سنة رمي ربيع ما قدرش اقول لنا اللي طلعته لكن كام مدرب اشتغل معاه كل مدرب اداله حاجة كل مدرب وصله لحاجة معينة كل مدرب اكتهد عليه لغاية ما وصل للحتة دي وهو ده اللي احنا بنعمله دلوقتي وهو ده اللي احنا شغالين عن دلوقتي ونتمنى كابتن طبعا لان جزئيت الفقر في اماكن معينة في مصر كلها واختيارك مستر كوبر ان هو مش عارف يختار او يبقى فيه مثلا فرود لو عمر جمال بتصاب ولا مروان ولا غيره تبقى عنده لازم يبقى عنده كمية ده انت بتتكلم على منتخب مصر وبالكلام بالذات ليه بقى للنادي الاهلي النادي الاهلي دائما منتخب مصر هو الممول الرئيس هو بالذات جزئيت الفرودة او جزئيت الرأس حربة ولكن طبعا الامور بالنسبة لنا بقت صعبة فعشان كده دايما الحمل في جزئي دي على النادي الاهلي يا كابتن لا وضع طبيعي هو بص يا كابتن محمد برضو زي ما انت بتشتغل لازم اللعيب يشتغل على نفسه كتير يعني انت مثلا الكابتن حسام الكابتن عماد كل الناس دي حتى من نفسها كان يخلص تمرين وقولك تعال اشتغل معايا شوية تعال نعمل كذا شوية برضو اللعيبة لازم يبقى عندها الشعور والاحساس بالحتة دي اللعيب ده موهبة قيمة ربنا ادهاله لازم احافظ عليها لازم اشتغل عليها كويس انا كالعيب الاول قبل ما المدرب اشتغل معايا لازم احاسس بالمكان اللي انا فيه عارف انا عايز ايه من المكان عايز اشتغل ازاي عشان ربنا يكرمني كمان لكن زي ما انت قلت طبعا هو القطاع مسؤولية كاملة عن الحتة دي واعتقد ان في السنين اللي جاية هتشوف العيبة كتير انا بتكلم كابتن ليه احنا نادي كبير اوي القطاع ناشين عندنا حاجة مهمة جدا للكرة المصرية في جزئية ان احنا فعلا بيعتمد علينا منتخبنا الوطني في جزئية فده حملة كبيرة كابتن مسؤولية من نفسه شخص كبير طبعا فنتمنى ان شاء الله انها تبقى في احسن وجه احسن حال ده اللي احنا نتمنى كابتن امين خلينا نأخذك على حتة تانية بقى يعني بعد القطاع وكلامنا عليه ان شاء الله متوسمين خير يا كابتن امين ان شاء الله بإذن انتخبنا الوطني بقى وصوله كاس علام رأيك فيه ايه والفترة اللي جاي اللي منتخبنا في ظل طبعا عودة الدوري ان شاء الله فيه برضو النادي الاهلي هيخش مباراة صعبة امام النجم الساحلي تشوف وصولنا كاس علام كان ازاي طبعا احنا الاول بنبرك لشعب مصر كله بنبرك للناس كلها على الوصول لكاس العالم وده كانت حاجة بعيدة عننا بقى لها فترة حوالي 28 سنة الحمد لله ربنا كرمنا لكن لازم نستعد كويس استعداد جدي واستعداد اقوى من اللي احنا اشتغلنا بيبا التصفيات عشان نقدر نوصل يعني احنا مش اقل من غانا ومش اقل من الكاميرا ومش اقل وصلوا دور التمانية قبل كده ووصلوا ادوار متقدمة في كاس العالم لكن احنا محتاجين شغل كتير مش محتاجين دعوات بقى دلوقتي الدعوات الحمد لله وصلتنا للمرحلة كويسة لكن الكرة مش هتفضل كلها بالدعوات اه طبعا لازم شوف كابت ان احنا كمنتخب كان ناقصنا كتير بالرغم من ذلك احنا وصلنا لكاس العالم انا من وجهة نظر الفنية طبعا يعني احنا كان ناقصنا حاجات كتير لكن هو ربنا ربنا سبحانه وتعالى رائد يعني الشعب المصري هو بيعاني كتير من الفترة دية وعندنا العيبة مش عايز تقوله حالك يمكن من امهر اللعيبة اللي جات في الاجيال اللي فاتت الجيل ده وجيل ممتاز جدا من اللعيبة لكن لازم نشتغل عليهم اكتر من كده شوية ولازم نوصلوا من احنا عندنا القدرة ان نكسب اي حد في اي وقت بنبقاش التحفز بتاعنا يبقى زيادة عن اللزوم واعتقد ان ده كان هدف وصل لي مستر كوبر والجهاز بتاعه وناس طبعا بنشكرهم جدا عن مجهود اللي عملوه وكان ليه هدف وقدر يوصله لكن ان شاء الله اعتقد ان هو هشتغل على كده اكتر باذن الله بفترة جاءت هتبقى حاجة كويسة باذن الله انا عادي سارك سؤال كاكم يعني هو يربط برضو بحيط تقطع ناشئين برضو ان احنا كمستر كوبر بيعتمد بشكل اكبر على المحترفين المصريين بالتالي انت خلاص يعني جزء اللعبين المحليين ده كان في منتخب المنتخبات او جيل معين كان موجود لكن دلوقتي لا الموضع مختلف انت برضو بتأيد موضوع اللعبين يحترفوا في سن صغير او 100% ده 100% يعني دي حاجة اولا اولا فائدة كبيرة جدا لمصر فائدة كبيرة جدا للعيب يعني انت النهاردة لما تشوف محمد صلاح ولما تشوف رمضان ولما تشوف حجازي ولما تشوف الناس دي النهاردة بقوا فلتات في الكرة الانجليزية وبالعبوا النهاردة محمد صلاح عامل ماتش يعني مع تشيلسي ماتش عالمي وتحسوا من احسن اللعيب وما تحسش انه غريب عنه لا يعني ما تحسش انه اللعيب غريب عنهم ولعيب طول عمره بيلعب خسين مريني وكابتن بيكلم عن حامل صلاح ده بات انه اكتمل نطجه في شكل جديد وهي دي كانت قصتنا طول عمرنا مع الافارقة ان الافارقة بيطلعوا 17 و18 سنة و19 سنة بيوصلوا بعد كده بيجوا كلهم محترفين وكلهم بيلعبوا وكنا بنتخض لما يقول لك ده 23 و23 واحد محترف احنا لازم نبقى كده ولازم نطلع لعباتنا ولازم نديهم فرص لان احنا عندنا الموهبة كمان مختلفة تماما عن اللعيبة الافارقة ومختلفة احنا عندنا موهبة عالية جدا عند اللعيبة لكن لو اشتغل صح لا عندك زكاء كابتن عندك مهارة ولأ ولو اشتغل صح على نفسه واشتغل صح زي ما الناس بتشتغل برا يعني انا عايز اقولك حاجة غريبة جدا احنا هنا بنعاني يعني هو هتقولي ان احنا حتى قطاعات نشئين احنا بنعاني كتير جدا يعني لك انت تتخيل مثلا ان انا ممكن امرا ولد صاح الصبح ورايح الجامعة من 9 او من 7 لغاية الساعة واحدة وبعدين جاي ركب مواصلات من مشاوير بعيد جدا وبعدين انا امرنه بستنزف منه وبستغل يعني باخد منه جهد غير طبيعي وبعدين على مايروح يعني يومه كله قده برا وكله مواصلات وكله مشاكل وكله تعب وكله فما اتمرنش بالصورة اللي مفروض يتمرن عليها اللعيب الكرة المصبوط لكن لو احترف هو في السن ده وراح اماكن بقى البلاد اللي هي من النادي للبيت او من النادي البتاع دي اقتين وبشتغل كويس وبياكل كويس وتجو صحيان كويس وكل حاجات دي هتفرق معا كتير جد هتفرق معا كتير جد طبعا نكتم عشان كده احنا بنقول احنا قدامنا شوية مش شوية احنا قدامنا كتير قوي طبعا عشان نوصل يعني فرق اوروبا والدوريات الاوروبية برضو يعني حاجة مصبوطة مليون في المية مفيش حاجة للصدف او لا كل حاجة بيشتغلها بالحساب بالورقة والقلم تمرينه امتى بينام امتى بيشتغل امتى دي امتى العضلة دي عايزة ايه العضلة دي عايزة ايه تشتغل على الحاجات دي كويس جدا انت هنا ممكن تعمل كده وممكن تشتغل كده بس مش كل الدنيا هتبقى معك في كده لان عندنا ظروف غير الناس دي بره خالص زي ما قلتلك مواصلات وزحمة وطرق ومدارس وجماعات فالعيب بيجي مستهلك يعني فيه العيبة بيجي مستهلكة قبل ما يتمر ودي قصة كبيرة جدا في قطاعات الناشئين زي بقى ان احنا برضو عندنا حاجات بقى مش عايزة اخش فيها تفاصيل في قطاعات الناشئين بقى التزوير والتسنين والواحد بيلعب قدام بس موجودة كابت السنة دي فيه حاجات دي موجودة كتير يعني في فرقة لا في فرقة طبعا في فرقة كتير جدا ودي مشكلة مصر هتفضل تعاني منها كتير كل دي عشان تاخد بطولة مش عشان تطلع لعيب كويس ما هو ده اللي انا بقولولك يعني انت لو بتفكر صح انت فكر ازاي تعمل لعيب لفريقك الاول مش انك تاخد بطولة يعني معلش احنا مسلا بالنسبة لنا في الندلالي مش عايزة قولك بطولات ناشئين يعني مش لقين اماكن نحط فيها كاسات او دروع بالنسبة لقطاعات الناشئين في البطولات لكن الفائدة انت ديت كامل لعيب للدرجة الاولى هاي دي الفائدة فان شاء الله في الفترة اللي جاية بإذن الله الامور تتحسن وتبقى احسن كتير خاني اكمل بقى كلامي ممكن انا طلعت الجزئيات الاحتراف واللعبين بتفضلهم وهم صغير في السن يحترفوا عشان جزئية مدربنا مستخدمات الكوبر بيعتمد على جزئية المحترفين في منتخب الوطني كاس العالم كابتن بقى بنشوف يعني اكيد الاداء كلنا بنطالب ان هو يبقى احسن من كده الدنيا تبقى احسن من كده لكن في بعض الناس يقولك ده هي خطة كوبر في التصفيات هي اللي تلفع في كاس العالم عشو تده تتعامل مع منتخبات كبيرة شوف وهو محدش يقدر يقول الخطة اللي الرجل المسؤول عن الفرق تمام هو حافظ امكانيات فرقته حافظ امكانيات لعيبته محدش يعرف هو قد يشتغل معهم هو اللي يعنيه هو الملعب هو اللي شاف لعيبته ازاي هو اللي يقدر بس يقول اللعيبة دي تقدر تشتغل ازاي هو اللي عارف الامكانيات فاحنا ما ندرش ندخل في الحتة دي لكن انا متفائل لسبب ان انت كسرة المحترفين اللي عندك اللعيبة كلها بتلعب في دوريات اوروبا بتلعب في الملعب الكويسة ده انا بقول ده شو عالمي لكل لعيبة الكورة مش محتاج بقى معلش مع احترامي لا مستر كوبر ولا اي حد محتاج انا سوق نفسي انا اللي هلعب وانا اللي هبقى على مصرح قدام الدنيا كلها فاللعيد من نفسه هتلاقيه بيت مرن كويس وبالعب كويس خايف على نفسه جدا ملاعب طبعا غير الملاعب اللي كنا بنلعب فيها في افريقيا هم متعودين اللعيبة المحترفين متعودين عن ملاعب دي اعتقد ان النهاردة بينا بنلعب ضد اللعيبة نفس اللعيبة اللي هتلعب ضدنا في كاس العالم ايا كان مين اسمائهم يعني كريسيانو وميسيو وانني لعب ضد برشلونة وصلاح لعب ضد ريال مدريد يعني خلاص ما بقاش فيه الرهبة بتاعت زمان فاعتقد ان احنا مستوانا هبقى كويس جدا في كاس العالم ان كاسبة المحترفين هتفرق معنا كتير اوه في كاس العالم اكيدة كابتون هي موضوع طبعا بيفرق ممكن لو كان لنا عجيل تسعين هو عجيل قوي طبعا ولكن طبعا حتة الاحتراف والاحتكاك مع العيبة اوروبية ده بيفرق بشكل كبير جدا لأ انا ليه كمان انا بقولك الحتة دي انت عارف اللعيب الكرة الاهم فيه الناحة النفسية يعني انا بمناسبة جيل تسعين انت عارف ان انا اسماء اخويا كان في جيل تسعين من ضمن الحاجات اللي بيقولوا هالي احنا ما كانش عندنا محترفين بيقول لي واحنا نزلين ماتش هولندا بصنا للعيبة رو تخلت والناس دي اتخضينا يعني ما هو مرة شوفوهم واكسام وقوة وبتاع فقالك يعني الناس نزلة هنلعب ضد دول ازاي النهاردة لأ الموضوع اختلف تماما النهاردة صلاح لأ يعني صلاح النهاردة لعب ضد كريستيانو نيني لعب ضد ميسي فالامور بقت بالنسبة لي عادي خلاص انا بلعب ضدهم وفي الدوري الاوروبي بلعب ضدهم وفي انجلترا بلعب ضد احسن لعبة في اوروبا وبلعب في كل حتة فالموضوع النفسي بالنسبة لي بقى عادي جدا ان انا نلعب ضدهم احنا الجيل بتاع ابو تريكا وبركاتا ما الكابتن حسنش حتى كمسكهم مع البرازيل ثلاثة اتنين كاسبانين ايطاليا فالموضوع اختلف تماما دلوقت فدي حتدينا دافع وحتدينا حافز عشان كده انا بقولك انا متفائل جدا من زي ما الناس فاكرة احنا هنبقى كويسين جدا في كاس العالم واعتقد ان مستر كوبر هغير لان هو هدف وصله فاعتقد ان هيلعب كرة تمتع الناس واللعيبة من جواها هتبقى عايزة تستمتع وتمتع الناس لان زي ما قلتلك ده شوق عالمي لكل لعيب زي ما انت عارف حدك ايه ما يجي مثلا ماتشي الاهلي والزمالك بالنسبة لعيب في مصر تلاقيه من غير ما المدرب يكلموا تلاقيه تاني يوم ركزوا هيلعب ضد الاهلي او هيلعب ضد الزمالك فهو عايز دي فهتلاقي لعبتنا ان شاء الله بإذن الله بس خاطر فيه ناس بقى ممكن يكلاموا على غزوية المحترفين ان هم لعيبة خايفة على رجليها مش عايزة تتعامل بشكل قوي في اللعبة مع المنتخب مع المنتخب ممكن في الفترة اللي فات دلوقتي خلاص معه انت بص يا كابتا انت عايز ايه توصل لكاس عالم وصلت لكاس العالم هتخاف عليه معه وكاس العالم ده خلاص يعني كل العالم هيلعب فيه دي اقصى امنيات اي لعيب ان نلعب كاس عالم اه ممكن الاول ضد اوغاندا ضد كونغو ضد مش اخايف سنة لكن دلوقتي هخاف ليه انا هلعب كاس عالم وهلعب ضد اعظم لعيبة في العالم فما بقاش فيه خوف دلوقتي انت خايفين ميسي مايوصلش وصل اوما انا عافلوا وصلوا بس اوالك ايه دعم الماتش اه دي قصة تانية ميسي والارجنتين اه لا قصة تانية طبعا حرام بيني وبينك اما انت تتفرج على كاس عالم مفوش ميسي وعلى مفوش كريستيانا اوالي نارضو طب هتتتفرج على ايه او نمار طب انت بتتفرج على كاس عالم ايه لا طبعا الناس دي مختلفة دلوقتي محمد صلاح بقى كنت لأ اكيد لا لا صدقني اكيد صحي نارضا انا كنت معجب جدا جدا باداؤه ورغم انهم اتعدلوا نارضا رمضان صبحي كان موجود مع استخدق سيدي اه بس لأسف اتغلبه نتيجة تقيلة هو نزل بعد الجنة التالت اه كانت تلاتة اتنين بس يعني ده برضو خبرات بياخدها رمضان حتى في ظل مواقف صعب بس كابتن انا بمناسبة رمضان انا عايز اقول لن كل المصيرين حاجة بس مهمة جدا رمضان صبحي هيبقى من احسن اللعيبة اللي موجودة في العالم كلام ده خدوا على مسئوليتي خد بالك رمضان سنه صغير جدا احترف بدري جدا رمضان جيله لغاية دلوقتي بلعب دوري ناشئين في مصر هو بلعب في اعظم دوريات العالم كون ان يلعب في اعظم دوريات العالم ويبدأ البداية دي رمضان عنده تشك عنده صدمة كمان سنتين مع الخبرات مع تقل في الملعب ساعتاشر عشرين سنة هيكسر الدنيا فلازم الناس تصبر عليه ولازم الناس تتهادي عليه لا هما المصريين يعني بالنسبة لي هما كابتن مش متفاهمة لكن تخلي بقى كابتن اي لعب محترف بيروح ما بيبصوش لسنه يعني بيبصوا لسنه اول سنة تاني سنة لو ما طورش نفسه بالشكل السريع ما طورش نفسه وازبط وجوده في الفريق اعتقد الامور بتبقى ساعتها هو كمان متفاهم ان سوق سيتي اه فريق في الدوري انجليزو بيلعب في الدوري اكبر دولات العالم لكن هناك الناس ما بتبصش سن خالص بص يا كابتن انت كلمك مية في المية مزبوط بس اخد بالك الثقافة المصرية بتختلف تماما عن الثقافة في العالم كله احنا لعبتنا مش واغد على الكلام ده يعني هديك مثلا كابتن محمد صلاح اللي هو دولاتي من اعظم اللعيبة في العالم النهاردة بازل وبعدين انجلترا وبعدين رجع تاني ايطاليا وبعدين طور الاداء مع التنقلات مع الخبرات اللي اكتسبها وصل للطب دلوقتي رمضان كده هيبقى كده تريزي هيبقى كده حجازي هيبقى كده اللعيبة الصغيرة اللي هتمشي هتبقى كده هي كرة كده احنا ما عندناش الثقافة يعني اللعيب المصري ليه اللعيبة زمان كان بتروح وترجع على طول لان ما عندوست الثقافة كان عندنا اللعيبة عظماء راحوا رجعوا من الاحتراف ان الثقافة مختلفة شوية وده يمكن اللي هيدخلني بقى في قصة النشئين ان برضو مهم جدا للمدربين اللي بيشتغلوا في قطاعات النشئين دلوقتي يبس الثقافة دي في اللعيبة من دلوقتي يعني ايه احتراف يعني ايه تبقى محترف لازم اكلمه كتير لازم اغير الفكر القديم بتاع زمان ان هو ابقى مبسوط ان انا هلعب في النادي القالي واجيبه عربية وخلاص وانا مش هايز حاجة تاني لا 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 طموح لازم بقى اعلى من كده وكورتي لازم تبقى اعلى من كده واشتغل على نفسي اكتر من كده عشان اوصل لحاجك ويسب اذن الله يا رب يا كابتن ان شاء الله ولكن يعني هو ده اللي اه نتمنى من كل لعب محترف ممكن احترف اهو التأقلم سريع طبعا اللغة بتفرق لازم برضو دين قولها طبعا لازم رمضان برضو يدوس فيها لو كان عنده قصور فيها لان طبعا اولا اللغة الانجليزية ده اسهل من لغات كتير طبعا لكن طبعا كل التوفيق لرمضان الكابتن يعني خلينا انتقل بقى للنادي الاهلي كابتن طبعا اول مبارح كان فيه مباراة امام الاتحاد ثم ان شاء الله فيه مباراة الرجاء الاول ثم النجم السحلي ممكن نهارده كان فيه مباراة اعتقد النجم السحلي بلعب الترجي في الدورة التونسي مش عارف نتاجاتها يعني لو الفريقة ده يقدر يجب لنا النتيجة نهارده او بكرة حاجة زي كده انا مش متذكر لكن يعني استعداد داية سواء بقى من ناجي فريق ده او من فريق ده بخصوص الدورة بتاعهم كل واحد بيستعد من خلال الدورة الممتاز بتاعهم طبعا النادي الاهلي لعب مباراة واحدة كابتن امين امام طلع جيش ثم مع الاتحاد وفاس فيها لقولها كالتعاد والتانية فوز نادي الاهلي مطالب احراز البطولة وفي نفس الوقت استعداد لمباراة النجم شوف انا انا يعني مبسوط جدا او بساطة جدا من كابتن حسام ان اعملوا الروتيشان بدري قاعد لعيبة مجهدة لعيبة ممكن تفيدوا جدا في مباراة النجم استغنى عنا في مباراة الاتحاد ادهم راحة ان شاء الله دي هيرجعوا احسن من الاول في الفترة اللي جاية ماتش الاتحاد اعتقد انه كان بالنسبة للنادي الاهلي ماتش كويس يمكن الشوط الاولاني للنادي الاهلي ضيع اهداف كتير جدا كان سهل جدا ان الشوط الاولاني يطلع بنتجة كبيرة الاداء اتأخر شوية الاهداف اتأخرت شوية لكن في النهاية النادي الاهلي حقق الهدف انه هو كسب المباراة قدر يوصل للهدف اللي هو عايزه كسب التلاتة بنت ودي هتدي له الحافز والدافع للمباراة اللي جاية ان شاء الله اعتقد ان مباراة الرجاء برضو هيبقى نفس الشيء هو نمر واحد ماشي في خطين متوازين بيدور على بطولة الدور العام وفي نفس الوقت بيدور على طولة افريقيا فهو هيدور على المكسب الاول في مباراة الرجاء ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمهم ويوفقهم في مباراة الرجاء ويقدر يكسبوا لدي هتبقى اخر مباراة البروفا النهائية قبله مباراة النجم هتديهم دافع وحافز كبير جدا لما يكسبوا المباراة هيقدر رايح لعيبة كتير ان شاء الله انا شايف برضو انه يعني الكرة مفهاش كبير لكن الرجاء التلاتة اربعة ماتشات اللي بهم مستوى قل من المفروض يبقى عليه ان شاء الله ماتش النادل قالي مفيش حاجة سهلة في الكورة انا لازم حسابه كويس جدا لازم ملعب المباراة بقوة عشان يقدر يخش مباراة النجم الساحلي وهو عنده نشوط الانتصار واللعيبة عندها الثقة في النفس وتقدر ان شاء الله تكسب ماتش النجم بالنسبة للماتش النجم يمكن احنا شفنا كلنا الماتش اللي هناك ماتش كان سهل جدا نطلع متعدلين او ممكن نكسب كمان وان شاء الله انا متفائل خير باذن الله يعني الكابتن حسام عنده خبرات طويلة في افريقيا وخبرات طويلة مع مستر جوزي قبل كده والواحده وخد بطولة افريقيا ورحل يابان لوحده اعتقد المباراة دي بالنسبة له ان شاء الله هتعدي وهتعدي كويس جدا واللي هو زي ما قلت حرك اللي هو اللعيبة اللي رياحها دي هتفرق معها في المباراة اللي جاء ان شاء الله يعني في مباراة النجم وعدا موجود والنهاردة كابتن حسام بيجرر بي يعني بيحاول يعتمد على محمد هيني في دوري من خلال طبعا مباراة الاتحاد معرفش هل هيرجع احمد فاتحي مثلا في مباراة الرجاء تاني ولا هيكمل بمحمد هيني تعرف كابتن حسام يعني بيركز بشكل كبير في كل المباراة بتثبيت التشكيل اوه ده حقه طبعا ده حقه بس انا عزولك حاجة طبعا الكابتن احمد فاتحي نجم كبير ولا غنى عنه في اي مباراة ويمكن هيأثر نفسيا انا ما بقولش فنيا يعني ممكن يبقى محمد هيني اول اللي هيلعب مكان احمد فاتحي ممكن يلعب كويس جدا وممكن يؤدي اداء كويس جدا وده اللي بنتمناه لكن احمد فاتحي قيمة وقامة جوه الملعب خبرات يقدر يكلم اللعيبة جوه الملعب كقائد للفرقة مع حسام عشور مع شريف اكرامي اللعيبة كبار يقدر مواقف الصعبة يقدر يتحملها يقدر يشتغل عليها كويس ما بيتهزش من اي نتيجة ممكن تحصل في المباراة عكسية يقدر يرجع تاني للمباراة بسرعة طبعا هيفرق كتير جدا هيفرق هيفرق لكن النادي الاهلي تملي غني باولاده لقبته كلها بتبقى ستاند باي لأي حاجة والنادي الاهلي تملي في الشدائد تلاقيه فرقة يعني بتبقى فرقة ايا كان اللي بيلعب هتلاقي الفرقة وان شاء الله اللي هيلعب مكانها قد الله سعيد طيب كتير مين ممكن يعوضه هالصالح جمع زي ما هو ولا ممكن كتير عسام يفكر في شكل هو الاقرب صالح جمع يعني الاقرب صالح جمع انا مبسوط جدا برضو خد وقت كبير جدا في ماتش الاتحاد برضو عنده فكرة عالي جدا لعيب كرة كويس جدا ان شاء الله ماتش الرجاء برضو يديله وتبقى الثقة عنده اكتر ماتش هي بس مشكلة ماتش النجب اعتقدها ممقفول شوية هم شخلهم الدفاعي افضل من التراجع كابتن اه يعني هم كمان وجزء البدني كمان افضل هيقفلوا الملعب مش هيفتحوا الملعب هو مش جاي يكسد هو جاي يعني درون ويروح وعارف القيمة وعارف الجمهور اه اكيد انا اكيد عارف فالماتش هيبقى مقفول شوية فهيبقى محتاج طبعا حاجات اكيد الكابتن حسام هيقولها اللي عبته اكيد الكابتن حسام مركز فيها جدا اكيد تفرج على النجمة مرة واثنين وتلاتة اللعبها شافت ان شاء الله باذن الله حنعدي المباراة وحنعديها كويس وان شاء الله باذن الله مطلوب مطلوب عشان تعديها كويس زيما انت حدا تقول كده اه اولا لازم بقى فيه هدوء مبقاش فيه استعجال لان انت باذن الله ان شاء الله واحد سوف يوصلك لازم بقى فيه هدوء لازم بقى فيه تركيز عالي جدا ما نفتحش الجيم بدري عشان ما يجيش فينا جول لغبط لنا حساباتنا ونبدأ نعافر عشان نتعادل وبعد نكسب فلازم نبقى مركزين جدا نقفل لنحق الدفعية كويس جدا في البدايات نقدر نلعب على الكورة السريعة اللي توصلنا بسرعة لجول وحبزة وان شاء الله باذن الله وربنا يكرمنا نقدر نخطف جول بدري اول ربع ساعة اول عشرين دقيقة هيفرق معنا كتير جدا لان هما في الحالة دي هيفتحوا لك الجيم هنقدر نشتغل وراهم كويس هنقدر نلعب عليهم كويس سهل جدا ان شاء الله ان شاء الله انت عنك مشكلة ضعت الفرص كتن وديك حسان بدري اكيد في فترات فترة اللي فاتت كان بيتكلم عليها ممكن كلام كتير على وليد اظهر وممكن كان مبارح معنا مدخلة المدربة اللي اكتشف في المغرب هلأ كويس لعيب كويس لعيب مميز لكن اصبوروا عليه لكن في مبارات زي كده ما بيبقاش فيها يعني ما فهاش مفرغ انك عندك جزء التهديف هل ممكن كابت حسام في ظل سوق التوفيق لوليد يقدر يحط حد مكانه يبتدي مثلا حتة عدم السخة اللي موجود عنده يخلي في حد مكانه ويقدر يجعل عليها على وحدة التهدي بس كتير برضو انا لو قلتلك حاولك من وجهة نظر الشخصية لكن هو كابتل حسام هو اضرب لعبته هو اللي عارف وهو اللي شغال معاهم وهو اللي في التمرين كل يوم وهو عارف مين حالته ايه في التمرين انا معرفش انا قاعد مشاهد من بره اقولك اجاي يلعب راس حرب اقول فلان يلعب راس حرب طب ما تقول لي مين مش عايز الناس تستعجل الموديل الفني هو اكثر واحد اضرب فرقته هو اكتر واحد شايف فرقته جوه الملعب هو اكتر واحد طول الاسبوع معايشهم عارف مين اللي هيبقى كويس ومين اللي هيبقى وحش فانا شايف ان وليد ازارف وانت كنت راس حرب وراس حرب مهمة جدا في النادي الاهلي وكنت راجل هداف وانت اكتر واحد يمكن اكتر من انت في الحتة دي خبراتك فيها طالما بيوصل يبقى هيجيب يعني طالما بكل شوية عند الجول يبقى هيجيب هو ممكن يكون لسه متأقلمش قوي لسه عنده حتة الخط ده شوية لكن انا متأكد ان هو العب كويس متأكد انه هيفرق معانا هي مشكلته يمكن ناس كتير تقولك ما احنا في اللافي وصبرنا عليه سنة وبقى نجم نجوم النادي الاهلي في سنتين تلاتة وارا بعد انا بقول ان شاء الله ان وليد ازارو هيبقى كده هي بس ربنا يسهله باذن الله يجيب جول واحد هياخد الثقة في نفسه هترجع له الثقة في نفسه لو انا من كابتر حسام هبدأ به ان شاء الله يعني لو انا انها يعني وصول العالمية مرة اخرى بعد فترة دي هي دي امل الاهلوية انا شوف يا كابتن محمد انا برضو هقول لك حاجة مهمة جدا ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي لو كسب النجم وعد المباراة وان شاء الله هيكسبها بعد ديها اللي يكسب الترجي والنجم وارا بعد البطولة ان شاء الله باذن انا مش هتبقى صعبة لان ما فيش اصعب من الفرقتين دول لفرقة مصرية يتواجههم في مكتين ورابعة لو كابتن انا برضو وجه تنظر كمان النادي الاهلي عمر ما بيوصل لنهايات بس وبيخلق ان شاء الله بإذن الله بإذن الله اتبقى فاتحة خير علينا ان شاء الله الله يخلق كابتن محمد الله يخلق كابتن محمد انا سعيد بك جدا وسعيد برمجك ونسبة مشاهدة عالية جدا بالنسبة لك وان شاء الله من احسن للأحسن دايما ان شاء الله وللقناة بإذن الله اتبقى نخليك كابتن محمد وبتوفيق كابتن مع فريق وتنلاقي كده نجوم كبار موجودين في فريق الأول يعوضوا اي مكان ممكن يكون في قصور في فريق الأول اعتقد ان شاء الله هنشوف زي ما قرارك بتتكلم كده وطبعا كل التأدير لدكتور عمرو كانت خليج جدالة ان شاء الله كابتن محمد صالح طبعا اكيد طبعا باركت في النادي الاهلي يا كابتن أمين شكرا انا اكيد كان موجود معنا كابتن أمين نورابي نجم مصر نجم نادي الأهلي ومندير فني لفريق 99 فريق الشباب بتاعنا ان شاء الله هنشوف من خلاله نجوم كبار في الفريق الأول ومنتخبنا الوطني اللي ممكن يكون مستردكتور كبار ساعات بيدور على لعيبة ممكن ما يلاقيهاش او ما يلاقيهاش المركز ده النادي الأهلي عليه عطق كبير من خلال قطاع نشئين ويفرق باستمرار هؤلاء اللاعبين المميزين اللي دايما يمثلوا مصر في كل المنتخبات الوطنية سواء بقى من البراعم حتى الفريق الأول اكيد قطاع نشئين مهم واكيد لازم برضو من خلال اختيار المدربين ونواياتهم هو ده الاهم عشان تقدر تطلع لاعب مميز كنا معاكم من خلال استاد الأهلي ودايما باستمرار كل ما هو جديد وكل ما يخص فريق نادي الأهلي من قطاع نشئين حتى الفريق الأول احنا دايما بنقدمه من خلال استاد الأهلي دايما معاكم من خلاله استاد الأهلي وكل نجوم نادي الأهلي تسواء على خير اشتركوا في القناة